موسيقى النشرة المغاربية مباشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون اليوم على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال بالعاصمة الجزائر الاحتفالية جارت بحضور مسؤولين سامين في الدولة وعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن الصحافة الوطنية والدولية المعتمدين بالجزائر في موضوع آخر استقبل وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطف الأربعاء رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد للشيخ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية فقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الجزائرية السعودية وفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة والجهود المبدولة لضمان التأطير القانوني والمؤسساتي للتعاون الثنائي في مختلف المجالات فضلا عن تأكيد دور ومكانة الدبلوماسية البرلمانية التي تعد رافدا هاما من روافد توطيد الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين يضيف البيان ذاتها فضحت تقارير منظمات حقوقية تعنى بحرية الصحافة والتعبير ممارسات نظام المغزن وانتهاكاته بحق الصحفيين في المغرب حيث وبحسب آخر ما نشرته التقارير تلك فقد تذيلت حرية الصحافة في المملكة المراتب يتهادى وسط التساع رقعة الاحتجاجات للمطالبة بوضع حد للانتهاكات والقمع المتصاعد بتسع دركات كاملة هوت حرية الصحافة في المملكة المغربية وفق آخر تقرير سنويا لمنظمة مرسلون بلا حدود تراجع لم يفاجئ أحدا من المتابعين لسجل الحريات في بلد تركع فيه حاشية منتفعة متزلفة لأفراد العائلة المالكة كأحد طقوس الولاء التام وذاك طقص يؤثر في نفسيات البشر فيكبر بأناتهم إلى حد لا يقبلون معه حديثا أو همسا غير الذي تهواه أنفسهم فما بالك بانتقاد قراراتهم وسياساتهم وإن حاولوا إيهام الرأي العام برحابة صدورهم التي عرّت تقرير جزءا من حقيقتها باعتباره تعددية الصحافة في المغرب مجرد واجهة مستدلا بما تواجهه وسائل الإعلام المستقلة والصحفيون من ضغوط كبيرة ولم تقف المنظمة الحقوقية عند كشف واقع الحال في المغرب بل وصلطت الضوء على الأساليب التي ينتهجها النظام لقمع حرية التعبير والإعلام ومن ذلك الاعتقالات بدون إذن قضائي والاحتجاز المطول قبل المحاكمة ناهيك عن توجيه تهم تتعلق بفضائح جنسية للصحافيين ومرافقة ذلك بحملات تشهير تديرها وسائل إعلام مقربة من القصر الملكي ولعل أبرز من طالتهم مثل هذه الحملات الصحفيان والناشطان الحقوقيان عمر الراضي وسليمان الرئيسوني الذان عانيا الأمرين من تضييق الأجهزة الأمنية قبل الزج بهما في السجن لإنفاذ أحكام قضائية مغلظة عقاب طال حتى شيخ البحامين محمد زيان الذي لم تمنع شيبته ولا استوزاره في يوم من الأيام النظام المغربي من اعتقاله ومعاملته كمجرم أو قاطع طريق وهو ما قد يكون القطرة التي أفاضت كأس صبر عدد من النواب الأوروبيين الذين أجبروا البرلمان الأوروبي على مناقشة ملف الحقوق والحريات بالمغرب في جلسة علنية بعد تسطر دام خمسة وعشرين عاما ومطالبة الرباط صراحة بوقف انتهاكاتها ليس بالضرورة حبا في الشعب المغربي بل خوفا من عدوى تلمسها هؤلاء النواب قد تصيب وسائل إعلام ببلدانهم ظهرت أعراضها في قضية ماروكيجايت وبعدها سقطة الإعلامي الفرنسي من أصول مغربية رشيد ميباركي اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء قوانين جديدة لتعزيز مكافحة الفساد اثر فضيحة ما يعرف بماروكيجايت التي هزت برلمان الاتحاد الأوروبي وادانت عددا من نوابه ومسؤوليه بتلقي رشاوة من النظام المغربي مقابل إعداد تقارير لصالحه تزيف الوضع الإنساني والحقوقية داخل المملكة وفي الأراضي الصحراوية المحتلة وقالت فيرا جوروفا نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن القيم والشفافية أن الفضيحة ضرت كثيرا بمصداقية المؤسسات الأوروبية ما يستدعي ضرورة مواءمة المنظومة القانونية وتجديد العقوبات على جرائم الكسب غير المشروع في أنحاء الاتحاد الأوروبي فضلا عن فرض عقوبات على الأجانب المتورطين في قضايا الفساد علينا تبني هذه الحزمة وسن قوانين أكثر صرامة على مستوى الاتحاد الأوروبي لأن ما نسمعه وما نراه وأن الفساد يقتل ديمقراطيتنا إنه يقتل ثقة الناس في المؤسسات الديمقراطية لذا فإننا نقترح اليوم تجريم جميع أشكال الفساد في جميع الدول الأعضاء ليس فقط الرشوة ولكن أيضاً الإتجار والتأثير والإطراء غير المشروع والاختلاس وإساءة استخدام السلطة في الواقع كانت الفضيحة بمثابة ضربة كبيرة ومزعجة للغاية لمصداقيتنا جميعاً لأن الناس يعتقدون أن فساد حزب سياسي واحد في البرلمان الأوروبي يعني فساد المؤسسة الأوروبية ككل الصحراء الغربية أكدت الأحزاب الإسبانية الجهوية بأراجون دعمها لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية وتقرير المصير وذلك خلال تجمعات تحضيراً للانتخابات التي ستجرى في إسبانيا وشارك ممثل جبهة البوليساريو بأراجون يحيى محمد الشيخ مرفوقاً بعدد كبير من أفراد الجالية الصحراوية بالإقليم في هذه التجمعات بدعوة من الأحزاب الجهوية حيث حظيت ضيوف الصحراويون باستقبال كبير من قبل مؤسس مسؤولي الأحزاب السياسية كما جددت تشكيلات الجهوية ومرشحوها للانتخابات عزمهم على مرافقة كفاح الصحراويين من أجل الاستقلال حتى النهاية قال رئيس التونسي قيس سعيد إنه لا مجال لمنع أي كتاب في تونس مشدداً أن الحديث عن أن الحريات مهددة في تونس وكذب وافتراء جاء ذلك في تصريحات للسعيد خلال زيارته الثلاثة إلى إحدى مكتبات شارع الحبيب بورجيب بالعاصمة التونسية وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك ولفت الرئيس سعيد إلى أن الكتاب الذي لم يتم التحدث أو الذي يتم التحدث عن منعه يباع في المكتبة موضحاً أن ما حصل خلال المعرض هو أن الكتاب لم يكن على قائمة الكتب التي ستعرض خلال هذه التظاهرة كذب وافتراء هذا لم يوضع في الواقع على قائمة الكتب التي ستعرض في الجناح الدليل على ذلك أنه موجود ولا مجال للحديث عن منع أي كتاب هناك كما أي عارض بطبيعة الحال يضع الكتب التي سيعرضها في المعر لم يضعه وقال لأخر الكتاب آخر وهو تم أهدأه إليه وثم يقال أنه تم منعه الذي ما زال يحن إلى المنع ويحب يحلم بالمنع أرىه خارج التالي استقبل رئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء وزيرة الخارجية الليبية نجلال منغوش وذلك في إطار زيارة رسمية للوفد الحكومي رفيع المستوى إلى تونس وحسب بيان للخارجية الليبية نشر عبر صفحة فيسبوك فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في السودان وموقف البلدين الموحدة والداعمة لوقف إطلاق النار هذا وثم التطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم التأكيد على تواصل حكومتي ليبيا وتونس تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات والتي تعود بالخير على كافة أبناء البلد الشقيقين نهاية النشرة المغاربية ولمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم متابعاتنا عبر منصاتنا الرقمية ظاهر أسفل الشاشة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر